أهلا بكم في مقرر الكيمية الكهربية كم 233 نواصف في الوحدة العاشرة أنواع الأقطاب والخلايا ننتقل إلى أنواع الخلايا الجلغانية وسوف ندرس إن شاء الله أربعة أنواع من أنواع الخلايا النوع الأول يسمى خلايا أولية أو Primary Cells وما هي الخلايا الأولية؟ الخلايا الأولية هي خلايا تستخدم لمرة واحدة فقط ولا يمكن إعادة شحنها يعني بعد أن تفقد قدرتها على إنتاج الكهرباء يتم التخلص منها لأنه لا يمكن إعادة شحنها مرة أخرى وتوجد عدة أمثلة للخلايا الأولية سوف ندرس منها العمود الجاف البطارية القلوية وبطارية أكسيد الفضة النوع الثاني من أنواع الخلايا الجلغانية يسمى الخلايا الثانوية الإنعكاسية طيب ما هو الفرق بين الخلايا الأولية والخلايا الثانوية؟ الفرق الرئيسي أن الخلايا الثانوية يمكن إعادة شحنها مرة أخرى يعني بعد أن نستخدم الخلية الثانوية وتفقد قدرتها على إنتاج الكهرباء يتم استنفاذ كل المواد الموجودة فيها يمكن إعادة شحنها نشحنها مرة أخرى وبذلك تستعيد مقدرة على إنتاج الكهرباء وهكذا ولذلك تسمى خلايا ثانوية هذا هو الاختلاف الرئيسي بين أو بين الخلايا الأولية سوف ندرس نوعين من أنواع الخلايا الثانوية وهي مركم الرصاص أو ما يعرف ببطارية السيارة البطارية اللي موجودة في السيارة هي اسم العلمي مركم الرصاص طبعا مهمة بطارية السيارة إمداد السيارة بالكهرباء إنتاج الكهرباء من خلال تفاعلات كيميائية النوع الثاني من أنواع الخلايا الثانوية هي بطارية النيكل كادميوم أيضا سوف ندرس هذه البطارية بالتفصيل النوع الثالث من أنواع الخلايا الجلبانية هي خلايا الوقود وهنا سوف ندرس خلية وقود تستخدم نوعين من أنواع الغازات الأكسجين والهايدروجين لإنتاج الكهرباء النوع الرابع من أنواع الخلايا الجلبانية التي سوف ندرسها إن شاء الله تسمى خلايا التركيز أو concentration cells وخلايا التركيز تنقسم إلى نوعين هي خلايا تركيز غازية وخلايا تركيز إلكتروليتية خلايا التركيز الغازية تكون الأقطاب عبارة عن غازات مختلفة في ضغوطها بينما خلايا التركيز الإلكتروليتية تكون مكونات عبارة عن محالي المائية مختلفة في تركيزاتها بهذا ننهد هذا الدرس ونواصل في شرح أنواع الخلايا الجلبانية في دروس لاحقة ترجمة نانسي قنقر